يغادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي متوجها إلى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة رسمية يترأس خلالها وفد مصر في اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة والتي تعقد اجتماعاتها غدا الاثنين بالعاصمة الأردنية عمان من المنتظر أن يتم التوقيع غدا على عدد من الوسائق ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة تتضمن الصحة وتدريب المهني والتخطيط والإعلام والتأمينات والشؤون الاجتماعية